للتعليق عن كل هذه المهرجانات الفنية والأحداث الفنية بينضم إلينا هاتفياً الكاتب ورماقد أحمد سعد الدين يا صباح الخير يا أستاذ أحمد صباح الخير أهلاً بيك أهلاً بيك خليني أبدأ الأول من سماع للإنشاد والحياة فكرة الموسيقى الروحية ده الوحده بيبعث الطمأنينة كده حتى أو يعني الهدوء والسكينة خليني نبدأ أصلاً بهذا المهرجان لمدته ستة أيام وبيختم فعالياته الجمعة المقبلة بإذن الله وكلمنا أكتر عنه يا أستاذ أحمد هو الحقيقة مهرجان سماعت دورة الخمستاشر يعني فيه قبل كده فيه خمستاشر دورة قبل كده أربعتاشر يعني مهمة خلاص مبارحة بتدت الدقة مهمة فطبعاً إحنا بنتكلم على مهرجان أصبح لتاريخ دلوقتي هو بيرقصه الفنان انتصار عبد الفتاح يشارك فيه تلاتين فرقة وحوالي أربعتاشر دولة يعني تلاتين فرقة من أربعتاشر دولة دايماً كان المهرجان بتعمل في القلعة مبارح أو الدورة دي الحقيقة حصل فيها تغيير وافتتحت فيه باب ما بين باب النصر وباب الفتاح يعني مكان جديد فيه فرق بقى من الهند من كندا كندا تقريباً دي أول مرة أن هي تشارك فيه فرق من بلد مختلفة المهرجان يحمل رسالة سلام يعني هو دايماً بيقول رسالة سلام الموسيقى بقى الروحية مختلفة من إحنا عارفين إن الموسيقى هي لغة عالمية يعني مش شرط إن إحنا نبقى عارفين اللغة البلد طبعاً وغذاء الروح طبعاً لا حقيقي هنا بقى يعني إحنا بيقول ده من الحاجات الجبيلة بالتأكيد كمان فيه نقطة مهمة جداً في المهرجانات وتحديداً هذا المهرجان لما أنا بستقبل ثلاثين فرقة من أربعتاشر دولة أنا كمان ببعت للعالم رسالة بقول لا تعرف لكم الأمن والأمان الموجود عني مش حكاية بس التظاهرات الفنية ليه؟ لأن الفرق دي مش عشان تي محتاج أن هي لازم يبقى فيه في البلد اللي رايحها أمن وأمان بالإضافة للجمهور اللي بيسمع بالإضافة للأماكن ده أنا أنا كنت فكرة مهرجان الصرق بالأمانة مهرجان سماع وده طبعاً يعني غلط مني أنا بس كنت فكرة إنه يعني حضوره محدود إلى حد ما نسمعنا اللي بتحبه وأنا فوجئت مبارح بكم صور لاصحاب وناس أعرفهم هناك ما فيش كرسي فاضي ما شاء الله ملياني يعني أقبال عليك بي ما فيش كرسي ده كان فيه ناس كمان وقفة بعيد يعني لا دلوقتي يعني بجد لما بتشوفي المهرجانات الفنية وتحديداً سماع مبارح لا أصبح ليه جمهور على المدى الطويل أصبح ليه جمهور والناس بتحب تروح وتتفرج وتسمعه والكلام من ده لا طبعاً طيب تحكيم على أساس كان مرشح حد وبعدين حصل اعتذار في الوقت الأخير فجيه تقريباً مخرج لأرجنتيني ده اللي حصل المهرجان يمكن أكتر حاجة مرسطة للنظر ودي برضو احنا كان لدينا الصفق فيها أنه هو بيكرم الفنانة جليات تينوش الفنانة العالمية وأنا أقول لك لدينا الصفق ليه لأن جليات تينوش كان مهرجان القاهرة السينمائي حوالي ثلاث مرات قبل كده وتكرمت في 2009 اتكرمت هنا في مصر يعني برضو احنا لدينا صفق نحن بعيد عن القريطة العالمية فيه أكتر من مستبأة ولكن المستبأة الرسمية فيها حوالي 17 سنة ده المهرجان عندك أي توقعات متعلقة بال17 فيلم؟ حاليا ما فيش توقعات لأن لجان التحكيم لسه لا أغير كده لجان التحكيم تقريبا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا في كل المهرجانات فاقت توقعات نتوقع أحد الأفلام نلاقي فيلم الثاني هو اللي فاته ممكن فهذه في الوقت الحالي الواحد ما عادش بيهتوقع احنا عايزين نبعط الرجال الكنترول روم عندهم في سان سباستيان نعرف إيه الأخبار كده ربنا يسهل إن شاء الله أخيرا يا أستاذ أحمد الأربعاء المقبل بدء الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة الجميل الدكتور فناني كبير الدكتور رب على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان فضل الحمد لله بس هو أهمية المهرجان دي الدورة الأولى تمام في نفس الوقت احنا بتتكلم على مهرجان من حوالي عشر سنين واحنا نفتقد لمهرجانات زي مهرجان الجزاعة والدريفكيون ليه لأن ده خلص احنا عندنا مهرجانات سينمائية كتير لكن المهرجانات الدرامية مش موجودة في مصر بقالها فترة كمان بيرقص المهرجان الفنان الكبير يحي الفخراني وهو قليل الظهور صحيح صحيح ويعني عزيز جدا بصراحة في ظهور يحي الفخراني لجنة التحكيم واحدة من أهم مخرجات التلفزيون أستاذ أنعام محمد علي يعني برضو دي خبرة ما يقرب من ستين سنة طبعا بناديا صحيح وكمان يعني هو بصول أشرف ذاكي كان بيجري على الموضوع يبقى له فترة فنتمنى الدورة الأولى تبقى أقوى دورة لأن هي البداية في نفس الوقت هيعيد ذكريات مهرجان الإدعوة نعم نعم الكاتب والناقد الأستاذ أحمد سعد الدين جزيل الشكر لك يا فندم ويعني تقييمك وهذه الصورة والمعلومات اللي حضرتك التي تتهن عن هذه المهرجانات سواء دولية أو محلية بنفخر بيها والصورة دي عظيمة الحقيقة وجمالها في ذوق زي ما قال أستاذ أحمد دلوقتي يعني الفنان الكبير الدكتور يحي الفخراني هو أصلا قليل الظهور ففكرة رئاسته لمهرجان الدراما كمان دي حاجة جميلة جدا أكيد تضيف إن شاء الله إلى هذا المهرجان